اشتركوا في القناة هذا ما جاء في مقال شبكات سينان فالسفر يعني التغيير والتغيير يجعلك اكثر ذكاء لانه يجبرك على التكيف سواء مع افكار جديدة او مواقف جديدة او تحديات جديدة اما المعادلة فهي ارفعوا من مستوى التحدي بالذهاب لاماكن جديدة كاستراليا او نيبال وبالتالي مستوى السعادة يرتفع مع تعرف على اماكن جديدة واكتشاف حضارات مختلفة واليكم بعض النصائح البسيطة التي يقدمها كل من يكتب عن السفر اولا اذهب الى ابعد مكان ثانيا اختلط بالسكان المحليين وثالثا اجعل من سفرك فرصة للعودة باشياء غير مادية كتعلم طبخة جديدة او بعض الكلمات جميل جدا خبرك وعد يعني انا من اكثر الناس اللي ربما هذي الموضوع تهمني بشكل كبير حلو انه نتعلموا كيفش نسفروا جميل انه نتعلموا كيفية السفر لانه بعض الناس ربما يسفر بالنسبة لهم هو فقط خاصة الان فقط الاسترخاء وبتالي نبحث عن اقرب هو كان للاسترخاء لان صار مع وسيل التواصل الاجتماعي هو فقط لانه يكون عندي صور بنفس الاماكن مثل كل الناشطين تقريبا وهذا اللي خلق شوية مشاكل انه صارت موجودة بعض الوجهات التي هي فقط لمجرد انه هي وجهات تجارية بالاساس مش الوجهات اللي ربما ينتعلموا منها حاجات جميلة جدا يعني يريت لو انه الناس تسفر الى افريقيا والى نيبال كما ذكرت والى اشياء ربما قد تكون غريبة جدا ولكن على الاكيد ستكون فيها استفادة ومتعة اكثر ولعل النصيحة الغير مذكورة في هذا الخبر امين انت ما ذكرت ان اكثر الوجهات السياحية شهرة في العالم هي اقل سحرا واكثر اقرب هي اقرب ما تكون الى يعني السياحة التجارية وبالتالي التجربة الممتعة والفريدة نجدها في اماكن بعيدة واجمل مجاة في الخبر ايضا ان نعود باشياء غير مدية كتعلم بعض الكلمات من اللغات والتعرف الى العادات والتقاليد المحل اذا هذا خبرنا لليوم فاصل نعود بعده لنتابع الوقفة السياسية الثانية انتظرونا اشتركوا في القناة